شلون دخل هي الجلسة ما صارت اليوم الجلسة ما صارت ليش ما صارت أولا يعني بسبب أكو مقاطعة جزء من المقاطعة لقانون نحوال الشخصية أكو قسم النواب تقدم أيضا مقاطعة بسبب قانون عادة الأقارات المصادرة إلى أصحابه في كاركوك ها يعني القصة قصة مزدوجة نعم يعني أمرأة واسمها القوانين مشي لهذا القانون ومشي لك هذا القانون هي مقايضة مقايضة أكو صفقة مقايضة كبرى قاعدة تصير في المجلس النواب كبرى كبرى نعم حينو بالله كبرى هاي عدنا ثلاث قوانين جدلية قانون أحوال الشخصية وقانون العفو العام العفو العام وقانون عادة العقارات المصادرة إلى أصحابه يختص بالأراضي الزراعية في كاركوك زين المقايضة اللي صارت بأنه رح يعني بالمناسبة قبل لهذه أنا معه بأنه أي حق يعاد إلى أصحابه فيما يخص أي حق مصادر زمن النظام السابق يعاد إلى أصحابه سواء فيه كاركوك أو البصرة أو الأنبار في أي مكان وأنا معه العفو العام مو بصيغة الحالية المصمم طائفيا وإنما معه عفو عام شامل فالمقايضة اللي صارت بأنه 300 ألف دونم تمنح والإفراج عن 9000 محكوم مقابل زواج القاصرات هذا المقايضة اللي صارت 300 ألف دونم تمنح علم تمنح في هذا القانون للمصادرة أشخاصهم وتسعة ألاف محكوم بالإرهاب يخرج بالإرهاب تسعة ألاف محكوم حسب القانون ومقابل زواج القاصرات وأنت صار لك سنوات تطبل ضد قانون العفو وتقول راح يطلع مجرمين ودواعش صار لك سنوات وأنت ضد قضية بأنه ترجع الحقوق إلى أصحابه في كاركوك الآن أنت أما ظالم أو كاذب إذن أما ظالم أو كاذب والصفتين أسوأ من بعض أما ظالم تمنع الحقوق عن أهلها وفعلاً أكو أبرياء بالسجون وأكو أراضي مصادرة زراعية ما ترجعها لأهلها أو كاذب هذه الفترة تطبل ضدهم كذب والصفتين أسوأ من بعض شنو اللي صار تغير اليوم حتى تمنع هذه الحقوق إلى أهلها مقابل زواج القاصرات إذن مهر القاصرات صار تلاتة ألاف دونم تلاتم ألف دونم أي تمام هذا العنوان أنت طلحت أول شيء بأنه العفو مهر القاصرات أي أسا صار يختلف صار دوانهم تسعة ألاف تسعة ألاف محكوم وثلاثم ألف دونم بس هدولة تسعة ألاف هذا رقم طلقته لا اليوم كانت عندنا استضافة مع وزارة العدل فتم سؤالهم من قبل اللجنة بأنه عدد الأشخاص المنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي وتسعة ألاف بالمناسبة يعني أكو تحالف إدارة الدولة هو يقر بأنه يوجد أبرياء في السجون بموجب هذه المادة تحالف إدارة الدولة يقر ولذلك كانت جزء من البرنامج الحكومي وأصلا قانون العفو هو مشروع قانون مرسل مصوت عليه في مجلس الوزراء ومرسل إلى مجلس النواب